استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب 150 مشاركا ومشاركا ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الثقافة البرلمانية والتي تستهدف فئة العموم من أعمارهم 36 سنة فما فوق في إطار حرصها على تنفيذ برامج تثقيفية ترفع من الوعي المجتمعي وتنمي المعرفة بالثوابت الوطنية والثقافة البرلمانية للفئات أطلقت الأمانة العامة لمجلس النواب برنامج الثقافة البرلمانية اليوم لدينا برنامج الثقافة البرلمانية الذي هو الهدف منها لأقامة الأمانة العامة لمجلس النواب الهدف منها أن نطلع الجمهور نطلع الناس نطلع عموم من المواطن البحريني على آليات العمل التشريعي على دور النائب على اختصاصاته وهذه شيء دور أساسي تطلع فيه مجلس النواب بحيث يبين للمواطنين شنو دور النائب شنو مهمته شنو اللي ممكن يسويه شنو اللي يقديه وهذه يعني شيء واجب احنا نقوم فيه بخصوص هذا الامر وطبعا هو برعاية كريمة من معالي رئيس فوزية زينل مشاركة اليوم في البرنامج الثقافة البرلمانية للتعرف على الجانب الخفية ولما نعرف احنا في الجانب الاعلامي من قبل الامانة العامة اللي قامت بها البرنامج الثقافة البرلمانية يتوضح لنا بعض الامور من الادوات الرقابية والادوات التشريعية اللي يقومها السادة النواب فوضح لنا المحاضر اليوم نقطة نقطة بالتفصيل وكان فيه منقاش يعني متفاعل معهم يعني في الممكن ان بعض الزملاء وجهوا اسئله ان فيه اشياء دقيقة بالضبط ان على كل نقطة هنا ندار من خلال الندول اليوم نتعرف عليها اكثر يتضمن هذا البرنامج مقررات دراسية سيتم تقديمها للشباب المشارك تتعلق بموضوعات متعددة اهمها المشروع الاصلاحي مثاق العمل الوطني عرض المفاهيم الدستورية وتناول اختصاصات الاساسية لمجلس النواب الى جانب جلسات نقاشية مع اللجان البرلمانية واستعراض آليات واجراءات عمل امانتين العامتين بالمجلسين في الحقيقة انا جدا سعيدة بالتفاعل مع هذا البرنامج برنامج الثقافة البرلمانية ايمانا مني بضرورة التعاطي الايجابي مع مثل هذه البرامج التي تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة العمل البرلماني ومخرجات يمكن العمل البرلماني اعتقد ان هذه البرنامج يساهم في تعزيز مبهوم الشراكة بين مجلس النواب وعموم المواطنين ومختلف شرائح المجتمع بداية طبعا بنشكر الأستاذة فوزية زينيل على الدعوة والامانة العامة ان هما اتحلنا الفرصة ان احنا نوصل لمكان زي ده ونتعرف على المجلس والسلطات التشريعية والادوات اللي هما بيقوموا بيها سواء الرقابية او الاشياء الكبيرة او اللي في ناس كتير ما تعرفش عنه ويهدف برنامج الثقافة البرلمانية الى رفع مستوى الوعي بثقافة العمل البرلماني واختصاصات السلطة التشريعية لدى فئات المجتمع المختلفة بالاضافة الى المساهمة في تعزيز التواصل وتفعيل الشراكة المجتمعية وتطوير التعاون والتنسيق مع كافة الشرائح والفئات الشبابية وسعيل التعرف على رؤى ابناء المجتمع وملاحظاتهم ومقترحاتهم اشتركوا في القناة